بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دلوقتي ازاي نعرف او نتعلم بقى الكود اللي هي كربناه بتاع هالورد ده عايزين نعمل اندرستاندنج هالورد اللي هي كربناه ده اول حاجة لما رحنا كده وفتحنا النوت بد اول حاجة عملنا ديكليرنج اكلاس ديكليرنج اكلاس بعرف الكلاس اول حاجة بكتب public ومعناها ان الكلاس ده ليه حق الوصول العام وهنعرف فيما بعد في الباب بتاع الميسودز يعني ايه public والاكسس موديفيرز او هنعرفها في الباب ده لكن الاكسس موديفيرز ده انا قدر اوصله من اي حد public class دي كلمة اساسية عشان يعرف ان انا عايز اعمل كلاس عام وديله اي نيم النام هنا الكلاس نيم الكلاس نيم ده زي ما اتفقنا لازم يكون كله طبعا اللغة كلها كيس سنستيف حساسة الحالة الحروف والكلاس نيم لازم يكون نفس نفس الفايل نيم لو كابت مثلا هلو وورلد واحد طبعا عشان عندنا كلاس تنسمه كان اسمه هلو وورلد خلاص طيب وببدأ كده الكوس بتاعي ده كوس البداية بتاعت الكلاس ده وانهيته كلاس معناها تجميع كونتينرز حوية حوية من الحوايات اللي بنحطه جواه الاكواب بتاعتنا اي كلاس ببدأه بالشكل ده خلاص بابلك وكلس واسم الايه واسم الكلال اللي أنا عايزه وبدأ بالكوس بكوس البداية وهدي كوس كوس الايه كوس النهاية بتاعتي بعمل اللي اكل اكوابت حاطTra كنا بنكتب لها كده نوتيشا معين وقلنا ان هي الميسود الرئيسي يعني ميسود دي معناها قطعة من الأكواد ميسود يعني قطعة من الكود والقطعة من الكود دي خلاص فيه واحدة فيه طبعا هنقدر نسمها زي ما احنا عايزين لكن فيه واحدة أساسية بيزيك أساسية اسمها مين ودايما تكون أول الميسود ترن من جوغل كلاس هي اللي بقى بدأ أوجه بقى أقوله شغل الحاجة الفرانية أو شغل الحاجة الفرانية أو اشتغل كل الأكواد من جوه مين المين بكتب لها نوتيشا معين بقولها بابلك بابلك يعني برضو لها وصول مباشر أو وصول عام استاتيك استاتيك معناها أننا من الكلاس اللي اسمه هارلورد وان ده مش لازم أقول يعني مش لازم يعني عشان قدر أوصل لله هي بقى اسمها مين دي اللي هي الميسود اللي هي بقى اسمها مين مش لازم أننا يعني يكون فيه اوبجيكت من الكلاس طبعا أنا عارف بان دي صابق لوقتها شوية لكن نقدر نقول ان دي خصوت سابت اقدر اوصل ليتصوج المباشر بدون تعريف يعني دي اوبجيكت من كلاس مش لازم نق covering ببريمي Lots static void كوث البداية هنا وانهي بكوث النهاية هنا وكتب الكود ما بين ما بين الكوثين دول هنا وده الكود الخاص بالاي بالجزء اللي اسمه بالميثود اللي اسمها مين لكن الكوثين دول لازم ابعت لهم برامتر وهنتعرف اكتر انا عارف ان الكلام ده هيبقى واضح اكتر معانا في الباب بتاع الميثود او الجزء بتاع الميثود خلاص لازم أبعث لها برامتر من نوع string string ده data type نوع أو المفروض نوع class بس مش عايزين يعني نخش يعني class وإيه data types دلوقتي لما نوصل للمرحلة بتاعت data types والclasses string مثلا s كده يبقى كني بالضبط عرفت s ديت عرفتها أنا هتكلم دلوقتي على سن string دي يعني data types عاكننا متغير من من الكلاس اللي اسمه string ما كان في الزاكرة اسمه s بيقدر يشيل string ما كان في الزاكرة اسمه s بيقدر يشيل ايه حاجة نوحة string واعمل كده من كسين دول معناها ان هي تقدر تشيل اكتر من قيمة هنعرف كسين دول لما نوصل للarrays تقدر تشيل اكتر من قيمة جواها أنا هسميها args واعملها كده خلاص طيب يبقى أنا كده أقدر أما جا نادع على أما جا أعمل calling للمسود اللي اسمها مين أقدر أبعت لها قيم اكتر من قيمة أقدر أبعت لها أكتر من ايه؟ أكتر من قيمة هنتعرف عليها في بعض برد يعني بس ده الشكل العام وهنبدأ ناخده بالتفصيل فيما بعد جوا الشكل العام ده عملنا حاجة اسمها system system dot out dot print line اللي ان system dot out dot print line ده أمر اسمه print line بيجي من نيمس بيس ده نيمس بيس يعني الاسم بالكامل ده system dot out dot print line زي ب startups اهمد محمد علي يبقى يعمل يبقى عليه ده الجد محمد ده الاب والابن اللي هو print line علشان لما يكون في عندي اكتر من امر بنفس الاسم أقدر أفرق ما بينهم فعملisher durable وما بين print line ما بين على بلعامتين تنصيس وده هو اللي يبدأ انهمنا قوي عملنا كده وسمي كولوم اللي بدنا على بتنسيس هنا في الجابا أو في اللغات كلها عموما يرسم يعني زي ما هو إذا كربت أي حاجة كده تكتب على الشاشة يعني هو ما بيفهمهاش الكمبيلر ما بيفهمش اللي موجود هنا ما بدنا على بتنسيس لكن هو بس بيتباحها بيرسمها على الشاشة زي ما هو زي ما انت ايه زي ما انت كاتبها بالضبط يعني كربت مسلا على سبيل المسال هلو وورلد مش تفرق معنا كدبت هلو وورلد وعلامة التعجب ماشي برضو مش تفرق ايه مش تفرق معنا علامة التعجب كمان برضو زي ما هي اللي انت هتكتبه هنا بابناء تنصيس يورسام يورسام فقط لغير خلاص طيب واتكلمنا بعد كده system.اوت خلاص ما فيهاش اي مشكلة .print line وهلو جينا سايفنا الكلام دوت سيب از لازم نسميه هلو وورلد واحد زي ما كنا مسميين الكلام من جوة وعملت له وعملت له وعملت له وعملت له لو جينا دلوقتي نفتح كده من start ونفتح اللي هو دوس ده طبعا لازم نعمل set للباس ونكتب الباس او نكتب set ايه ونعمل set باس او ممكن طريقة تانية بلا منوعه كل مرة نعمل حيط ما هي كل مرة بنعمل نفس العملية ونستل الباس ونستل الباس ونستل الباس فاحنا ممكن نعملها بشكل دائم لو دخلنا كده على my computer click mean وقلنا properties دخلنا على الخصائص ونخش بعد كده على advanced advanced system setting ونخش على advanced system setting ده ونخش على advanced ونخش على environment environment variables environment variables يعني المتغيرات بتاعت البيئة دي ونخش على environment variables هلاقي عندي هنا هو فيه عندي هنا هو ادي ادي ال variable اللي نحن نعمل له set اللي هو الباس وما عندناش على ما اعتقد class pass ما عندناش class pass عندنا الباس باس طبعا في كذا باس وطبعا الباس ده يعني على c windows system 32 ده باس والc windows ده باس وفي كذا باس كل الباسات دي هي الباسات اللي بيقرأ منها الأول يشوف البرنامج الحاجة للأمر انت بتناديبنا موجود في الباس ده ولا لا ممكن اعمل edit قد الباس كلها هو اجي بعد اخر باس منهم بعد اخر باس اعمل سيمي كولوم يعني دول باسات كل ما دي جاعة بيها ابدأ اعمل انا الباس بتاعي اللي انا عايزه واحط based الباس بتاع الحاجة بتاعت الجواب بتاعتي اللي هو على c program files java jdk و bin ده الباس عشان لو جيتنا ليت قلت java c او java يلاقيه في الباس ده هو ده من اما يجي بناد علي برنامج بيدور في الباسس هنا اللي انا حاطتها هل هو موجود ومش موجود لو مش موجود بيطلع اللي ارو زي ما كنا بنشوف ادوس الوقت على اوكي كده خلاص تمام عايز ازبط ال class pass كمان او معامل على new اضيف واحد جدي اسمه class pass ده اسم الايه؟ ده اسم ال variable وقيمته هتبقى على c جوا فولدر اسمه java بس ده الايه؟ ده ال class pass ده المكان اللي انا بحط في ال classes بتاعتي او ال classes هو يطلحها في المكان ده او ام دايس على اوكي بقى عندك جمان اللي ايه ادي الباس وادي ال class pass بتاعنا كده بقت سبت اخلاص وام دايس على اوكي ام دايس على اوكي اقفل ده وافتحه تاني افتح ادوس وافتحه تاني اهو تمام اه دلوقتي هقدر اشتغل عطول لقل طوله java c على hello world one one dot java قبل ان ادوس على اوكي عشان يكمبيل الكلام ده اروح على الفولدر بتاع على السي اللي اسمه جابا ادي هلو وورلد وان لكن مافيش ليها كلاس بتاعها ممكن يعني لو قسمنا الحاجات دي view by او group by group by type دي الكلاص المنجع بيها ادي الملف هلو وورلد ايه واحد ده ملف جابا وانا مافيش كلاسز ليه اروح كده او مدايس انتر قال لي قال لي java c file not found قال له وورلد وان دوت java يعني ماقدرش يشوفو يبقى كده حاجة عملناه غلط في السيتنج دي نرجع هنا تاني على advanced system settings environment variables على c java ده الكلاص باس والباس بتاعنا على c program file java jdk او ما اللي مش لقيها اوكي 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 change directory الاول على مكان java بتقدر يلاقي الملف ده كابين وغلط cd slash java تمام true java c we hello world world dot java enter اوكي ده تمام اهو ما حددنلوش ولا سيت باس ولا سيت كلاس باس اعمل اعمل compilation ودي الملف بتاع ايه hello1 hello world1 dot class لو قلت له java run hello world 1 1 ودوست enter قال لي هالله ايه وورد وعنا متيني التعجب دول حل system dot out dot print line كده اتبع سطر لو انا خدت system dot out dot print line دي كده خدت copy وعملت paste وقلت له hello world again يبقى المفروض ان الكمبيلر هينفز الامر الاولاني هيطبع لك كلمة hello world وابقى كده اتبعك hello world again في سطر جديد في سطر جديد خلاص من file save وارجع هنا وميل له java c hello world طبعا بادوس على السهم الفوق قال لي java c hello world 1 dot java بتدس انتر كده اعمل له compilation تاني من جديد حدس الملف الموجود بقى كده اقول له هنقول له java run hello world 1 رنها دوس انتر قال لي hello world وقال لي hello world again نزل سطر لي لانه خاصة الحرفين دول هما اللي اختصوا بتنزيل البرنامج ايه سطر بسبب كلمة hello world طيب لو انا جيت دلوقتي هعمل new version من الكلاس ده خليه version 2 وجيت من file تقول له save as وهلو world 2 وSave خلاص وما جيت بعد كده امتقل بقى لاش اقول هلا بقى لاش اقول dot print line وقلت دول print بس ونشوف ايه الفرق ما بينهم لو عملت كده وجيت هنا ونتمسح دول كده ومن file just save وخب لك هنا من طباعة هنا في شكل الناتج اني كتب hello world وكتب لي hello world again وسب سطر فاضي يعني print line معناها اطبع وبعد ما تطبعين زي سطر فمطبع بكده hello world اطبع وبعد كده زي سطر فاضي لكن المرة دي انا ما قلتش كده انا في الكودينج بتاعي في hello world 2 ونتقول له dot print dot print من غير ايه من print line ومتجاي هنا ومتقال له java java c hello world اتنين ضوط ايه ضوط java هيكمبيل الملف ده اعمال لهكمبيل ونزله اهو بعد كده هقول له java hello world run بقى على hello world 2 ده ودست انتر قال لي hello world hello world لازق دي بدي تاخد بالك من الحتة دي لانه لازق دي بدي لي ايه لانه هو على طول print line اكتب hello world بعد علامة التعجب دي مبباشرة لازق فيها اللي جاي على طول hello world again على نفس السطر يبقى دي الفرق ما بين print وما بين print ايه وما بين print line الفرق ما بين print و分فرنت ايه و分فرنت و分فرنت طيب اه لو ممكن نعمل نفس الطريقة دي انطلع نوصل لنفس الناتج من خلال حاجة اسمها كنcastonation operator اننا ممكن ناجي هنا ومعمل ايه بلاس بلاس ده كنكات يدمج النصوص يبقى انا كده فيه عندي نص هرسمه هنا يترسم زي ما هو وفيه واحد تاني نقط معمول هنا هيترسم زي ما هو في الحالة دي تجمع لي ما بين النصين تجمع لي ما بين النصين يعني كنابت هنا هلو بعد مسافة خبالك من حاجة انا عملت ايه سبت المسافة يعني المفروض المسافة دي تتطبع يبقى هلو ورد واعلنتين تعجب ومسافة وبقى كده هلو ورد اجين خلاص يبقى كده يتبع لي الاتنين دول جنب بعض من خلال ايه من خلال الكون كالتونيشن اوبريتور دول طبعا نصم مع بعض من فايل سيب اكمبال للملف دو طبما يقل له جاوا جاوا سي هلو ورد اتنين دول جاوا دوست انتر ما قاليش ايه حاجة يبقى عمل كمباليشن مظبوط وعكده عايز نرن وقلته له جاوا هلو ورد وايه تو وقعدين هلو ورد تو ودعيس انتر رنناها قاللي هلو ورد وسب مسافة بعد عمتان تعجب وكرابل هلو ورد اجين كده مظبوط ما فيش ايه مشكلة طب لوانا عايز اطبع رقم هل ممكن لازم انتم بحطة بناعب 20 ناصشين يورسام كمال هو لذا لو انا عملت كده يعني عملت كده ايه اللي هيحصل طبعت كلم ناص جنبيه جنبيه رقم لو كده عملت كده من فايل و سيف وجيت هنا و قلت له جاوا سي هالورد 2 دوت جاوا دوت انتر مردش علي بقى كده نعمل كمبيليشن خلاص اكد نقلت له ايه جاوا هالورد 2 رن الهالورد 2 دوت انتر قال له هالورد 2 و ايه ربعمائة ربعمائة تلاتة وستين مفيش اي مشكلة طيب طيب اذا دلوقتي نقدر نعمل getting information from the user من خلال حاجة بتعتني اسمه system in اذا اجيب المعلومة من ال user انا عايز ال user هو بقى المرض اللي يدخل اللي يدخل البيانات مش عايز اطبعه لنا هعمل new version من دي قبل ما بوزها من file save as مش اسميها hello world هقوله هسميها get hello hat save خلاص يبقى انا لازم بالقلاص بتاعي باسمه get hello خلاص public static void main ما يشفش مشكلة بدل system dot مش هعمل كده خالص انا هاعرف variable variable ده الـ variable ده نوعه int integer متغير نوعه integer سميته int char خلاص int ده ده نوع الـ variable نوع نوعه int يعني مكان في الذاكرة بيقدر يشيل ارقام اسمه int char ده ال name بتاعه يبقى في مكان زي scene scene ده انا سميته int char ونوعه ايه نوعه int نوعه ايه نوعه int ده ده variable في الذاكرة اقدر احط وقيمة وقدر استرع منه قيمة بال name بتاعه بالاسمه كلمة na nhr وبعد كده عطلو system dot out اطبع على الشاشة dot print line اطبع على الشاشة سطر مكتوب في enter a character enter 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 a character ماشي اتش كده ونقطتين فوق بعض وخلصت السيمي كولوم هيطلع له الرسالة دي والمفروض ان انا هو هيدخل قيمة انا اريد ليها اريد ليها بكلمة system dot in يخش لي dot in خلاص dot read read يعني ايه اقراه خلاص فالمفروض ان الامر ده بتاع system dot system dot in dot read ده بيريد الكومة للرقل اليوزر هيدخل اليوزر ايه هيدخلها بس انا عايزو اما ايقراها يعني اما يعمل read لما يعمل read يقراها عايزو يحطها جوه ال variable اللي اسمه i nhr i nhr فكده المفروض system dot in dot read هيقراه وهيحط لي جوه مين جوه ال i in او ال nhr ال nhr ده ده هيبقى جوه دلوقتي اليوزر هي ايه هيعمله ايه هيعمله انسرت او لا يدخلوا اليوزر بعد ما يبقى شايل كده ال nhr ده شايل دلوقتي قيمة اليوزر اعمل لها insert او دخلها او اعمل لها enter هعمل system dot out هطبع system dot out dot print dot print line هطبع على الشاشة سطر بيقول you enter انت ادخلت ومجنبيها وما يقول له انت ادخلت مين هقول له ادخلت ال nhr ده ال nhr ده كده مفروض طبعنا خدنا ومجنبيها unkattoneation ده اللي هو بيضمج ما بين ناصين you enter ينت دخلت ومجنبيها على طول يتلع له القيمة اليوزر ايه اللي اليوزر دكله بس في حاجة قبل ما نقول كده خلاص السطرين دول ممكن اللي حصل بينهم error يعني الحصص بييساوي system dot int dot read ده سطر ده ممكن او او بريد يحصل اي مشكلة ممكن او بريد او اي 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 مشكلة فانا عايز اقوم اقول ان السطرين دول ممكن يحصل بهم مشكلة فباجأ ومعامل كلمة try يعني حاول بقول لبرنامج يحاول ينفذ اللي جاي ده وافتح قوس من اول هنا وسطرين دول وقفل القوس دي معنى كلمة try هي هي معنى كلمة try try يعني معناها بقول لبرنامج حاول تنفذ الاوامر دي قدرت تنفذها اخر وبركة ما قدرتش تنفذها يبقى اكيد فيه error حصل او فيه مشكلة حصلت في اي شيء ما بين الجزء اللي اسمه ايه try try حاول تنفذ الامرين دول خلاص هيحاول لان الامرين دول ممكن يحصل فيهم ايه فيهم مشاكل ممكن يحصل فيهم مشاكل طيب هيحاول نفذ الاتنين دول لو نفذهم ما فيش اي مشكلة خلاص انتهى البرنامج لغات هنا طب لو كان في مشكلة لازم اعمل حاجة اسمها catch وكاتش دي حاجة ملتصقة دايما مع try حاجة يعني هما الاتنين جملة واحدة خلاص بقول له try حاول تنفذ الكلام ده catch لو حصل خطأ لو حصل ايه لو حصل خطأ لو حصل خطأ من نوع اسمه i-o exception لان ده exception طبعا يعني استثناء او خطأ سميته اي اسم هسميه مثلا ايه ده برامتر هيبعت لكاتش في حالة واحدة بس في حالة ان الجزء اللي ما بين try يحصل له اي error او يحصل في اي خطأ او بيحصل في اي خطأ لو ما حصلش اي خطأ اخرس ان العملين انتهت عند try لكن لو حصل اي مشكلة هنا بيبدأ يشتغل الجزء اللي هنبدأ نسميه catch الجزء اللي هيبدأ نسميه ايه او اللي سميناه catch الجزء ده بيتنفذ امتا الجزء ده بيتنفذ في ايه هيبدأ يتنفذ في حالة ان الجزء بتاع try ما قدرش يشتغل الجزء بتاع try ما قدرش ايه ما قدرناش نشغله او حصل فيه حصل فيه خطأ يبقى في الحالة دي هيشتغل جزء بتاع مين بتاع catch لو اشتغل جزء بتاع catch فيه هنا برامتر بيبعت البرامتر اللي بيبعت ده اسمه i o exception من النوع اسمه i o exception اللي هو متخلات input output المتخلات والمخرجات لو محسن في ايه مشكلة من نوع المتخلات والمخرجات هيبدأ يتملي ال i دوت المتغير بتاع الاسمه i هتسميه متغير بالغادة ونعرف عن ايه class بالضبط يعني object هيتملي بمعلومات عن الخطأ اللي حصل خلاص ايه المهم لو حصل اي خطأ من النوع اسمه i o exception هيبدأ ينفذ الجزء الكود اللي مكتوب ما بين catch هيبدأ ينفذ يقول ايه هيبدأ ينفذ هتطلع له رسالة هقوله system نبحث الخطأ system dot out dot print line dot print line اطلع له فيها كلمة error reading from user خطأ فيه كراءة من الايه في كراءة البيانات من اليوزر ده الرسالة اللي هتطلع في حالة ان ايه ان فيه ان فيه اي مشكلة حصلت في الادخال خلاص يبقى احنا زودنا الجزء بتاع تراي كاتش ده وعرفنا ليوي system dot in طيب انا هسيب الكلام بتاع جيت هلو ده وسايفته ويه اه ادي الحاجة بتاعتنا هقول له java c java c مش هلو ورد اتنين لا هقول له java c get hello حاول ترجم لي get hello dot java ترجم الكلاس ده enter قال لي one error في كلمة i o a i o exception فيها خطأ طيب انا لو شلنا i o exception خلنا exception بس وسايفنا ورجعنا تاني عملنا له java c compile ما ردش علي يبقى جادة تمام exception ده نوع تاني بيشيل كل اخطاء لغاية ما نبدأ نعرف ال name is based بتاعت i o exception يبقى java c get hello dot java وطبعا ال exception ده حاجة استثناء لو حصل اي استثناء بلازم نبعط الايه الاستثناء وطبعا ما نعرف ايه انواع الاستثناءات يعني يعني هو مصابق للحاله لقوانه شوية لكن لازم مع ايه system dot out dot print line system dot end dot read لازم اعمل تريك اتشن لانه اليوزر ممكن يضل اي ايه يدخل اي اخطاء خلاص كده عمله compilation المفروض ان هو عمله get hello dot class دلوقتي يعني اقدر دلوقتي اقول له java هقول له run get a get hello ودوست enter قال لي enter a character ونزل سطر ودخلت حرف a ودوست enter قال لي you entered a 65 انت دخلت 65 طبعا 65 دوا بالاسكي كود لان في حاجة اسمها اسكي كود حول حرف a capital لانتجر بايه باسكي كود ليه طبعا لان انا عمل ان المتغير بتاعي دوت نوعه انت طب لو عملته فيه نوع تاني اسمه char char ده بيشيل حرف بيشيل ايه بيشيل حرف لو قلت له char انتجر بيشيل حرف ايه انتشار او انتشار يبقى انا لازم دوت system. انتدوات ري دي يعني اكاستنج الليها او حاولها لتشار او حاول الكلام ده لتشار لو انا اسايفت كده انا حولت بس المتغير بتاعي نوع تشار حاولت المتغير بتاعي بس نوع ايه نوع تشار وعملت save ورجعت تاني لحاجة عندنا دوته جاو با سي تعمل الكمبيليشن او على طول اعمل بالسهم الفوق جابا سي اللي جيتها اللو دو جابا طلع الارور قال انا مش قادر ايه مش قادر اريد مش قادر اريد الا اه وحطه جوا اين تشار طول اه لان هو بيريد هنا انتجر او انا عايز احول الكلام ده او بيريد مش بيجريب بالصيغة دي فباجي نوع معامل كوسين وكاتب كلمة تشار دي عمل اسمها كاستنج بحول اللي على اليمين دوت لنوع تشار تمام وبحطه على اين تشار على الشمال بحول الكلام العالمين هنا لنوع اسم تشار يعني محوله لنوع ليسمه تشار واحطه جوا الاي اين ايه لو جيت كده من فايل او قلت ورجعت هنا امتعامل ايه جابا سي لي جيتها اللو تاني ودوست انتر كده تمام يحول المدخلات بتاعت اليوزر الاي تشار ويحطه قوا جوا اي اي ايه جوا اي اين ايه جوا اي اين ايه ايه لو حبيتها رن ده CIB اقوله أقوله جافا وقوله جيت ايه جيتها اللو اللي هو الالative جديد ودوست ه защита قلت له حرف A ودوست ENTER قلت له U ENTERED A انت دخلت حرف A انت دخلت حرف A طبعا مفروغ كنت اقوله نقطة وانا بقوله System.print ما قلوش Print Line اقوله System.print بس عشان لما جاء Run سيفس طبعا وقلت له Java Compile Java C وقلت له جاوابا سي وقلت له جاوابا جاوابا بس جاوابا شغالها لي قلت له U ENTERED A وعلى نفس السطر دخلت حرف A ودوست ENTER قلت له U ENTERED A ده انت دخلت حرف A